في أطراف الموصل أحياء معدمة يسمع عن أسمائها ولكن لا يسمع صوت الساكنين فيها بسطاء وفقراء أجبرتهم الظروف على العيش هنا منطقة رجم حديد الثالثة في الجانب الأيمن من الموصل اجتمع فيها الفقر والعواز والحرمان في آن واحد وأثقل على كاهل سكانها عوائل تعيش يوما بيوم وعوائل أخرى قد لا تجد ما تعيش عليها حتى وصل الحال ببعض الشباب إلى إنهاء حياتهم العواز لا يعرف الظروف وأطفال تريد أن تأكل ورجال يبحثون عن العمل ولا يجدوه هذه هي صورة ما يعيشه الناس هنا في هذه الأيام الصعبة ولا عمل السعيب من المصدر يفتري دور لشغل عمره 19 سنة والله لو جيشة ما يلقى شغل حتى الشباب قامت تعدم برواحة العجي أصوات مغيبة طوال سنين ولا يتذكرها السياسيون إلا في أيام الانتخابات أما الطفولة هنا مصيرها مجهول في هذا الواقع المر وغالبية الساكنين هنا لا يمتلكون حتى رواتب رعاية اجتماعية يسمعون بها ويقدمون للحصول عليها ولكن لا يحصلون على أي شيء وهذا الحي ليس هو الحي الوحيد فهناك العديد من المناطق تشبه ما نقلناه في هذه الصورة عن واقع الفقراء في الموصل وكيف يعيشون وبأي حال هم اليوم من ذات المدينة محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر